شاهدين الكرام لمناقشة ما ورد في تقرير معحد واشنطن للدراسات عن أوضاع محافظة البصرة رغم كل التحذيرات الدولية والمحلية أيضا من ما يجري فيها من تلوثات من انعكاسات ذلك على حياة المواطن العراقي من ارتفاع مستويات الفقر والبطالة في هذه المحافظة الغنية بالنفط ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني الأستاذ علاء الجبوري حياكم الله أستاذ علاء أنا سامن بك على مشاهدي قناة رابطين الفرائي حياك الله بداية التقرير معهد واشنطن ذكر عبارة وقال فيها بأن ثروة العراق النفطية تحولت إلى هم وعبء كبير على المواطن العراقي كيف تتحول أو كيف تحولت هذه الثروة التي من المفترض أنها تكون وسيلة وسببا في رخاء هذا الشعاب في تمتعه بهذه الأموال عن طريق طبعا عن طريق الحكومة من المفترض لكن تحولت إلى عبء على هذا المجتمع وخاصة المجتمع البصري يتحمل مسؤوليتها الحكومة المحلية الحكومة المركزية من بالضبط يمكن أن يلقى عليه اللوم في هذه الجزئية؟ نعم الحقيقة يعني هي اليوم البصرة ليشت اليوم من بعد الثاني وثلاثة أصبحت نقمة هذه البصرة بشكل استخدام الخاطئ للإستخراج للنفط والمصاحب إلى من الغاز اللي تم حرقها في الصباح وأطفاء الشعلة بالليل بدل استخدامها والاستفادة من عندها هذه أدت إلى وجود أمراض سرطانية وأمراض بيدي في أهالي البصرة وأصبحت النفط اليوم نقمة عليهم يعني هي البصرة تنتج الميجانية الكاملة للحكومة العراقية من الجنوب إلى الشمال وحتى كردسة لكن نشوف أهالي البصرة لا يستطيعون بيدي من هذا الرابط لذلك هذه الشعال النفطية والنتيجة أخرى تيجة الموجود في حقوق رميلة أثناء الحرب العراقية الإيرانية والحرب في غزو الكوبيت لم يتم تنظيفها لحد الآن تترك على الواقع النبيئي للمنطقة طبعا التقارير الدولية التي تتحدث عن الرميلة هذا الحقل بالذات تقول بأن هذا الحقل من أخطر الحقول النفطية الموجودة في العراق لارتفاع مستويات التلوث التي تنتج عن هذا الحقل بسبب الغازات السامة التي تخرج مع عملية حرق الغاز المصاحب والتلوثات أو الملوثات البيئية التي تنتج عن حرق الغاز بشكل مستمر يعني ألا تعي الحكومة المركزية مدى خطورة هذا الأمر يعني مستويات السرطان في محافظة البصرة بشكل أخص أكثر ربما من غيرها من بقية المحافظات هي الأعلى في العراق يعني أولا لا توجد استفادة حقيقية من هذا الغاز المحترق وثانيا الحكومة أيضا تصنف بأنها ضعيفة بالنسبة للشروط التي تفرضها على الشركات العاملة في محافظة البصرة لماذا لا توجد قوانين صارمة تفرض من قبل الحكومة على الشركات العاملة في البصرة للالتزام بمعايير معينة تقلل من مستوى التلوث البيئي الناتج عن هذه الحقول والغازات المصاحبة أيضا وعمليات الحرب نعم الغاز المصاحب للإنتاج النفطي المسؤولية الحكومة المركزية في بغداد التي استفاد من موال النفط الهائلة التي تريد الاستثمارات في كافة محافظات العراق فما حقق عن يوم البصرة تشكو حتى من عدم موجود مستشفى متخصص للسرطانات وهو من فلوس البصرة الحكومة المحلية ملتهية ملتهية بأمور أخرى في الاستفادة وهذا ما تحكيه أو يتكلم عنها التقارير المحلية والتقارير الصحفية في استفادة محافظة البصرة من الأموال الأخرى لكن نشوف البصرة يتعرضون إلى شدة أنواع السرطانات وأنواع الأمراض البيئية التي تجدهم عن طريق الجلد لكن أي مستشفى متخصص في معالجتهم لم يتوفر وهذا مفد شيء صعب على الحكومة لكن الحكومة أهملت هذه المدينة التي تنتج النفط إلى كل محافظات العراق والغلدية وتخذيب أموال محافظات حتى الكردستان مع الأسف الشديد أستاذ عادل دائما يأتي الحديث على حكومة السوداني عندما يطرح الموضوع يأتي النقاش أو يدور النقاش بشأن إنجازات هذه الحكومة من عدمها هناك من يعتقد بأن هذه الحكومة استطاعت أن تمضي بالعراق إلى الجانب الإيجابي هناك من يرى بأنها لا تختلف عن سابقاتها بشيء هل تعتقد بأن حكومة السوداني غيرت شيئا نحو الأفضل أم أنها تسير على نفس المنهج الذي وضع بعد 2003 الذي يعتمد على إهمال القضايا المهمة الحساسة وذات الأولوية وإلى الاهتمام لقضايا ثانوية يعني ربما لا تسمن أو تغني من جوع كقضية تعبيد الشوارع أو استحداث مجسرات جديدة في حين ما نتحدث عنه الآن وهناك قضايا أخرى أيضا موجودة في العراق يجب أن تولى إليها الأهمية الكبرى كقضية الغاز المصاحب وخسارة العراق للمليارات أو الملوثات البيئية الناتجة عن حقول النفط والغاز في العراق ومدى تأثير ذلك على صحة الإنسان وقضايا كثيرة أخرى ذات أولوية وأهمية أكبر لماذا لا نرى حكومة السوداني تعالج هذه المشاكل قبل التوجه إلى القضايا الفرعية الجانبية الثانوية كتعبيد شارع على سبيل المثال الحقيقة احنا تعودنا في كل حكومة وكلها مطبلين وذلك المطبلين هم اللي يطبلون لإلتاح هذه الحكومة ولكنه الحكومة هذه لا تضرق أصابقاتها ماذا حققت هذه الحكومة لا كهرباء لا تعليم لا صحة لا أدوية حيث أدوية اليوم بكل شركات الشرقية تعرض معاناة أبر خاصة لأمراض كلها ما نشوفها في المحافظات ووزير الصحة قاعد يقول أنا عندي هلقي موازنة موازنتك شو سوي بها إذا أنت ما عندك أبر لبركس لمرضة إذا يموتون من هذا المرضى الخبيث الذي دخل إلى العراق بعد 2003 قبل كلنا ما نشوف واحد عنده أمراض كده إذا المحافظات كلها بها شركة تقسل كده إلى المواطنين لي إيش بسبب هذه الأمراض الذي جتنا إلى العراق أحنا مريد حكومة تبنينا مجسرات هذه شغل أمين بغداد مو رئيس الوزار السيد رئيس الوزارة يجي يفسد احجسر اليوم ورقتها يغلق لأنه هذا الجسر صار بي حادث نعم نعم هذا الجسر هو غير صالح للعمل إذن هذه المليارات التي أفقت على هذه الجسر هذه المجسرات أمين بغداد مو جروعة بلدية مو عمل أمين رئيس الوزارة طيب يعني دائما ما يأتي رد من قبل المسؤولين في العراق بعد 2003 بشكل أخص وكل من يستلم منصب رئاسة الوزراء يتحدث عن التركة الثقيلة التي تركت له من من سبقه في المنصب ويقولون نحن لا نملك عصى سحرية للتغيير الفوري التغيير يحتاج إلى فترة زمنية يحتاج إلى وقت يحتاج إلى صبر لكن هل الخطوات المتبعة الآن من قبل هذه الحكومة هي خطوات صحيحة على الطريق الصحيح في سبيل التغيير في سبيل معالجة المشاكل يعني نعم أنتم لا تملكون عصى سحرية لكن هل ما تفعلونه الآن هو بداية الإيجابية هل يسيرون بالطريق الصحيح أم ما يفعلونه هي مجرد حلول ترقيعية إذا صح هذا الوصف في سبيل محاولة إيهام المجتمع العراقي بأن هناك عمل حقيقي يتم على أرض الواقع هذه الشماعة التي نسمعها من كل الحكومات أنه تضع أسباب الفشل ما لاتشب على الحكومة التي قبلها لكن نحن نقول بذلك حكومة تكون متفصلة حكومة بعد الأخرى فستبدون بها الوصول إلى أولاية ثانية لكل رئيس وزراء لأن هذا المنصب بغري والأموال التي تجنيه لها أموال كبيرة فلذلك هو يطمح السوداني أو غير السوداني يطمح إلى أولاية ثانية فيعلق على شماعة الفشل فشل بأبسط شيء موضوع الدولار اليوم الدولار باقي في مكانه واليوم استدعوا محافظة البنك المركزي فمن فجل اليوم قد استقالتها لا يمكن أن يشير هذا البلد الكهرباء ماكو الماء ماكو التظاهرات يومية التعيين التعيين ماكو المصانع باقية ما تشتغل من وزارة الصناعة ويحاولون يستثمرون كل شيء يعلوها القطاع الخاص هذا هو عملية بيع وصول الدولة أصبحت اليوم عندهم مسيلة لغرض التخلص من هذه كيف يمكن لا يمكن أن تبنى أن يتم البناء على أرض رخوة إن كان يقول المراقبون الشأن العراقي إن كانت هذه الحكومة تسعى إلى عمل حقيقي جاد في سبيل معالجة الأزمات الموجودة في العراق وكما يقولون هذه التاركة الثقيلة فعليه أن يبدأ بمحاسبة الفاسدين الذين تسببوا بوصول العراق إلى هذه المرحلة بدلا من أن يجلس معهم تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي ويتحالف معهم ويضع يده بيدهم ويصدرون كأنهم مرحلة مختلفة عن من سبق وكأنهم بمعزل عن ما جرى في العراق طيلة 21 عاماً إذا كان السوداني وهذا السؤال الذي يطرح اليوم من قبل كثيرين من العراقيين إن كان السوداني جاد ببناء العراق بشكل صحيح لماذا لا يبدأ بالفاسدين سراق المال العام زعماء الميليشيات والعصابات الذين أوصلوا العراق إلى هذه المرحلة وهذا المستوى من الانحطاط ومن الفشل اليوم نشوف متابعة الفاسدين والسراق المال العام مقصورة على صغار الفاسدين وليس كبار الفاسدين كبار الفاسدين محميين بأحزابهم أبسط مروع داول العراقيين هو موضوع سرقة القرن نشوف لحد الآن سرقة القرن أنه كم اسم لكنه واحد صراحة أستاذ عادل مهزل أن يوصف هذا المبلغ بسرقة القرن في العراق مليارين ونصف مليار دولار هي سرقة القرن طيب ماذا عن التريليون ونصف التي سرقت من 2003 إلى هذا اليوم على مدى الحكومات المتعاقبة ألا تعد هذه سرقة قرن نعم كل السراق اللي تحميهم من الأحزاب ما ممكن التعرض إلهم اليوم الحكومة والحقيقة النزاهة تبحث وتركض مع صغار الفاسدين الذي يؤديه آآ 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 إل Bruce وعشان ثلاث دينار وعشان ثلاث دينار وتجيبها وطلعها بالتلزيون قدام العالم واللي ياخذها مركات كلينيكس لكن اللي ياخذ ترليونات اليوم يعيش في الإمارات ويعيش في بيروس ويعرفوه يعني يطلع رئيسة السيد رئيسة نزار قاضي يقول انه هذا المتهم عدنا موجود إفران دولة وحنجيبه شوق تجيبه شوق تجيبه لكن اليوم الفاسدين تحميهم الأحزاب وما ممكن لأي جهة أن تتعرض لها وهذا ما اعترف فيه هذا العامل من قال احنا نهدد القضاء القضاء مسكين اليوم عدنا في العراق محكوم في التهديد من قبل الأحزاب ماكو سلطة تدافع عنها يعني ماكو سلطة قوية وصلت الفكرة نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل الجبوري الصحفي والنشط المدني كنت معنا عبر الهاتف من بغداد